الثامن الأسماء والصفات يخوانا هذا الباب باب لا تخل منه آية باب الأسماء والصفات والتوحيد لا تخل منه آية كما قال ابن القيب كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن يعني تقرأ سورة واحدة كأنما قرأت عشر أجزاء من القرآن لماذا؟ لأنها أخلصت في وصف الله توحيد إذن هذا الباب باب مهم جدا يؤدي بك هذا الباب إلى الجنة قال من أحصاها دخل الجنة أمرت بماذا؟ فادعوه بها تدعو الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته ما يمكن أن تعبد رب ناقص لا تعبد إلى رب كامل الأسماء والصفات صحيح؟ أي نعم فلابد أن نثبت لله كل ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبت وننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق لا يمكن أن يكون الخالق الكامل سبحانه وتعالى مماثل للمخلوق الناقص ونقول آمنا وصدقنا وسلمنا لإلا كيفية لقبه سبحانه وتعالى لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة وارتاح تثبت كل ما أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام آمنا وصدقنا وسلمنا آمن تحتدي وليس لك إلا هذا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضو الله عليه كانوا يدعون الله بأسماء وصفاته نعم ونزه الله سبحانه وتعالى من ماثلة الخلق نعم هل أحد من الصحابة أو من السلف الصالح تكلم عن الكيفية لا إذن الكيفية نؤمن الله كيفية الإقبار سبحانه وتعالى لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة ونترك كل طرق الضلال وبعض النس قال لا هذا الباب لا نقول في شيء طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تسع وتسعين أسماء صح أي نعم ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وكيف أنا أترك هذا الباب وأترك دخول الجنة هذا الباب فيه التعلق بمن؟ بالله نهاية هذا الطريق دخول الجنة تعظيم الله سبحانه وتعالى وكيف تعبد رب ناقص ما يعبد إلى رب كامل الصفات وهؤلاء أرادوا أن يعبدوا العدم ثم نحن نسير على ما أمر الله سبحانه وتعالى به ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سوزون ما كانوا يعملوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر